بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومحباً بكم في درس جديد من دروس SPSS version 23 مازلنا في قائمة transform بتحويل البيانات والنهاردة هنتعلم أمر جديد وهو preparing data for modeling بناء نماذج لإعداد البيانات أو تحليلات مختصرة للناس اللي هم يعني مش إحصائيين عايز حاجة سريعة فممكن يستخدم data for modeling خصوصاً automatic أو interactive هنجرب على ملف عشان تعمله معي من ال SPSS open data نضغط C نختار program files IBM SPSS statistics 23 ثم samples نختار ملف car sales umblerbeard احنا كنا الدروس اللي فاتت كنا نجربنا استخدمنا الملف car sales انا باستخدم اللي تحته على طول car sales umblerbeard يعني ملف مبيعات السيارات بس umblerbeard في sales bus وفي sales umblerbeard نفتحوه معي اذكرتو بالملف كان عبارة عن 14 متغير كانوا عن السيارة الشركة المصنعة للسيارة الموديل بتاع السيارة مبيعات السيارة اعادة المبيعات خلال 4 سنين كان المبلغ كان بالالف التاي بتاع السيارة السعر بتاع السيارة وبعد الخصائص الميكانيكية للسيارة الطول والعرض والقوة والبار ده كان العينة بتاعتي وكان عندي عدد 157 كيز اذكرين لما عملنا لهم تحديد للفئات 33 نعمل السيارات فقط فولفو بي ام هوندا هايونداي كده فده الملف التحدي نذهب الى transform بالضبط على repair data for modeling في automatic وفي transform source نختار يظهر لنا هذه النافذة في اربع خيارات في analyze انه هقوم بتحليل سريع وفي هنا اربع خيارات what is your objective ايه هدفك انت عايز ايه عايز balance speed and accuracy يعني عايز سرعة سرعة وتوازن ودقة ولا optimize for speed ولا تحسن السرعة فقط ولا optimize for accuracy تتاكد من الدقة تحليل مخصص ففي اكتر من خيار اقدر اختار الخيار اللي انا عايزاه لهدف بتاعي طبعا لبناء نموذج التحليل اللي انا عايزاه واضغط عليه نجرب مثلا اول واحد ونقول analyze هتكتح النفذة دي هيكون بعملية التحليل وبقى فيه هنا clear analyze لو انا عايزة احذفها طيب نضغط دلوقتي على fields نشوف هنا الشركة المصنعة والموديل وهنا بقيت المتغيرات بتاعتي طبعا هو حط ده كموديل هو اللي حطه لان هو بيحلل من نفسه وهنا setting بعض الخاص لو انا عايزة اغير فيها طبعا بعض name field المتغيرات كل الحاجات دي انا اقدر لو عايزة اغير فيها اغير فيها في setting الاعدادات كل دي الاعدادات data and time execute field وهكذا المقاييز لو انا عايزة اغير غير لو مش عايزة اغير طيب اللي يهمنا دلوقتي هو analysis نفتح النفذة بتاعت analysis عشان نشوف التحليل بتاعه اللي عمله لي النموذج بتاعه المبني عليه بالمنظر ده ها دي التحليل بتاعي زهر لي الصفحة دي صفحة الاناليسيز طبعا هي لها شقين صفحة يسار وصفحة يمين هنا الفيلدس والتنبؤ والاهداف وهنا طبعا المتغيرات بتاعتي محل الدراسة هنا اقدر اغير من هنا اقدر اروح على الحقول مباشرة لاحظوا معايا لما ضغطت الفيلدس وابتدي دلوقتي اه هنا بقى زهر لي المتغيرات بتاعتي احنا قلنا كانوا كام كانوا كام متغير هو كان حاطتهم هنا اختارهم في الفيلدس كانوا كام متغير واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر هنا لو بصينا ادي الحداشر متغير بتوعي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر ادي متغيره طيب ايه اللي هنا هنا الاناليسيز السريع بتاعي يعني هنا مثلا احنا لو اقفنا على البرايس السعر كان بتاع السيارة دوت دوت تحليل سريع للسعر بالالف وحاطت قيمة الالتواء وحاطت قيمة طبعا هنا الالتواء 1.77 هنا الالتواء اضبر شوية 1.78 طيب هو طبعا اه حاطت القيمة بتاعتها اه ده المتوقع بتاعي وهنا الاخشن والديتيلز وهنا الميسنج فاليو طبعا ده تحليل سريع من غير ما انا اتدخل فيه خالص طبعا ده يبقى مفيد جدا بالنسبة للناس اللي معدومش خبرة بالتحليل انا من هنا برينت اقدر ادطبعه لو دغطت بالمنظر ده اقدر ادطبع السفحه دي ال؟ الا اعيزها اه 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 انا اقدر عملية كابي اقدر انزعها طيب لو شفنا مثلا متغير تاني متغير مثلا الاعادة المبيعي بالضغط عليها او تحول اوه شفت ازاي شفتوا لاحظتوا معايا لما ضغطت على المتغير التاني جالي تفاصيل اربع سنين اعادة مبيعي اه دي الرسمة بتاعتي اه طبعا ده الوريجينال ده الترانسفورميد وهنا الميسنج وهنا بعد استبدال الميسنج يعني هنا هو عمل نموذج هو بعمل احلال الميسنج وده طبعا الصورة قبل وبعد ده الوريجينال الاصلي وده الترانسفورميد اللي تم تحويله اليه مهدا اوكي هو خلاص هو بيحل البنياب عني يعني هو بيشتغل كأنه محلل احصاري هو بيحط قيم مكان المسك فاليو وهو بيتنبأ وهو بيرسم وكل شيء لو شفنا مثلا الطايب ضغطنا على الطايب طبعا ما عنديش غير تو تايب لو لاحظتم معايا في اصل المتغيرات بتاعتي كان عندي الطايب تو بس طايب تو تايب عندي كان نوعين فقط ادي تو تايب هو ما بيغيرش من اصل الفاريبلس ولكن فقط بيحللها وبيعود بميسنج فاليو وبيبني نموذج الخاص بي لو دوسنا مثلا اللينس الطول ادي متغير الطول ادي الطول اصلا ما كانش فيه ميسنج فاليو فبالتالي لاحظوا معايا ما كانش فيه اصلا ميسنج فاليو فاليو يساوي الترانسفورمت بالضبط لانه ما فيش اصلا ميسنج فاليو عندي ده بالنسبة لللينس العرض نفس الكلام اضغط عليه اضغط عليه ادي العرض فيه ميسنج فاليو هنا يمكن قيمة عقمتين او قيمة واحدة يعني نسبتها المقاوية قليلة جدا طبعا عمل لها احلال فبقى تحسن النموذج من 48% الى 49% ده الوريجينال وده الترانسفورمت اللي تم تحويله ولذلك الامر ده اسمه ترانسفورمت داتا لانه بيقوم بتحويل بيانات سواء تحويل بيانات عن طريقي انا منوال او عن طريق الموديل بتاعة الجهاز اه اه بنفس الجهاز طبعا زي ما قلتلكم اقدر هنا اغير الابجيكتب بتاعي اقول احذف الاناليسز فارس وارجع تاني اختار مثلا انا عايزة احسن السرعة او انا عايزة احسن الدقة او اختار انا بنفسي بقى تحليل مقصص وحط فيه المتغيرات وحط فيه اللي انا عايزة نقول مثلا اناليسز انا لايز بعدين ننتقل اجي بالنسبة لي المتغيرات نستعرض مع بعض البيز هنا اعادة المبيعات هنا النوع هنا الطول هنا الويد نفس تقريبا اللي فات ما فيش اختلافات الا بس هنا في المتغيرين دول جابهم اه فوق الطيب وحزف بعض المتغيرات يعني لما نشوف الفلد هو هنا اغير في المتغيرات بتاعتي فبقوا اه اقل من حداشر واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر هما الحداشر لكن غير في الترتيب بتاعهم كان الاول للمبيعات واعادة المبيعات وراها الطيب في النموذج التاني النموذج اللي هو سرعة التوازن اما النموذج ده يعني كل نموذج بيتغير لان هو فيه الابجيكتب عندي يعني انا هنا في الابجيكتب لو انا عايزة مثلا اوبتيمايز فور سبيد المعالج ايه اسرع ايه التحسين لتحسين السرعة سرعة المعالج طبعا بيتغير الترتيب لما ادوس انالايز وادوس انالايز واشوف الفلد بتاعتي هاشوفتها بالمنظر ايه شفتو هنا بقى تغير خالص النموذج بتاعه الموديل لما اختارت ايه اه ايه ااربع متغيرات ايهน ايه 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 بس ايه 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 اه ايه 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 اادية التشريعات هذه ايه ايه اتى نظرات البعارة بوسار في التوازق. أيضاع supports ايه ارابع ، ايه ايه تكون happened to my online Mac so we find it in a Ultime الانواع بتاعتنا تقريباً هي هي. طبعاً هنا المتغيرات دي بناءً على إيه؟ بناءً على تحسين السرعة يعني بناءً على الحاجات اللي حسنت السرعة اللي ما تأخرش النتيجة بتاعت التحليل فتطلعها لأسرع فهو اختار الأربع متغيرات دي. طبعاً الحاجة غالباً يعني الطالب في بداية بحثه ما بيستخدمش البربيرنج لكن يعني للإطلاع أنا حبيت أستعرض معاكو أمر البربيرنج لأنه في الغالب إن إحنا اللي بنعمل التحليل بناءً على معطيات إحنا عندنا عايزين حاجات معينة مش بس عايزين رسومات ومش عايزين كلين داتا أوتوماتيك إحنا عايزين بس حاجات معينة اختبار انوفا اختبار كاي سكوير اختبار النورماليتي لكن طبعاً النمازج دي نمازج سريعة وبردو فيها خصائص كتيرة جداً وفيها تدخل في عملية في بناء النماذج يعني برضو استخداماتها عديدة ومتشعبة طبعاً الباحث الغير المتخصص غير المتخصص الباحث غير المتخصص في الإحصاء غالباً ما بيستخدمش الأوامر دي لكن إحنا حبينا برضو نمر عليها عشان ما نكونش فتنة سيبنا حاجة نلتق إن شاء الله في الدرس القادم شكراً استمعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته